السلام عليكم ومرحبا بكم معكم دكتور أمار القيسي واليوم راح أتكلم لكم على خبر جديد لمرضى الثلاثيمية الـ FDA اللي هي منظمة أمريكية مسؤولة على الموافقة على الأدوية الجديدة والأمور المستحدثة في المجال الطبي وافقت على علاج جديد جين ثرابي علاج جيني يستخدم تبديل الجينات التالفة لعلاج أمراض معينة من ضمنها سمحت بعلاج مرضى الثلاثيمية هذا العلاج الجديد هو ثورة يعتبر طبية بداية طريقة جديدة لعلاج الأمراض فالموافقة عليه تعتبر حدث مهم الكل ما يقدروني الآن يفرحون هلقد لأن الموضوع بعد مو بهاي السهولة يصل للجميع لكن أريد أن أمل للناس اللي يعدهم مرضى الثلاثيمية وبالأخص بيتها ثلاثيمية ما يجار الثلاثيمية بشكل بسيط حتى يفهموا الناس اللي يجوز ماعدهم بالمجال الطبي خبرة هو مرض دم يصغير خلل بتكوين الهيموغلوبين بسبب مشكلة وراثية خلي شوية أشرح لكمها على مخطط حتى تفهمون أكثر الموضوع وبعدين أدخل على موضوع العلاج الجيني الموضوع رح يبدأ في الخلية من الكروموسوم رقم 11 هذا الكروموسوم يحتوي على جينات تدخل في تكوين الـ DNA اللي خاص بالتكوين الهيموغلوبين الحامل للأكسجين فراح يصر عندنا شغلة اسمها point mutation شو نوصد point mutation يعني طفرة نقطية يعني رح تصير في جزء من هذا الـ DNA مو كامل جزء من هذا الـ DNA في كودون من هذا الـ DNA وراح تصرنا point mutation رح يتغير بها تكوين معين هذا التغير رح يؤدي لك إلى أنه يصير خلل مستقبلي في تكوين الـ هيموغلوبين على كريات الدم الحمراء الـ هيموغلوبين بشكل طبيعي يتكون من beta chain و alpha chain الـ هيموغلوبين هو عبارة عن بروتين وعن جزئة الـ هيم اللي تحمل الحديد اللي يحمل الأكسجين هاي الجزئات البروتين مقسمة على عدة خلنقل سلاسل منها beta ومنها alpha الطبيعي يتكون عند الإنسان هو beta و1000 طبعاً عندنا أنواع ثانية قليلة بالدم لكن الشائع هو الأكثر هو هذا الـ هيموغلوبين adult اللي هو يحتوي على beta و1000 طبعاً لما ييجي للدنيا الطفل أكلوا هيموغلوبين بعدين يتبدل به هيموغلوبين ثانية ما يدخل بتفاصيل عميقة لكن بالنهاية هو يتكون من هذه الأربع chain اثنين من عندهم beta واثنين الف اللي راح يصير شنو في 300 beta طبعاً راح يصير خلل بتكوين beta chain نتيجة لهاية الطفرة النقطية اللي صارت وبالتالي ما راح يتكون لك beta chain طبعاً إشقد درجة عدم تكونها أو إشقد الخلل الصار هو اللي راح يحدد لك أنت من يانوع ثلسيمية من يانوع ثلسيمية فقر الدم هل أنت من الخفيفة أو من المتوسطة أو من الحادة الشديدة اللي هي major نسميها راح تتبدل beta chain بسيغما chain و alpha chain فراح يطلع هيموغلوبين غير طبيعي هذا الهيموغلوبين لما راح يزداد على كوريات الدم الحمراء راح يأدي لك إلى تشوف بها وتكسرها يأما بالدم أو يأما بالطحال عن طريق خلايا يسميها مايكروفيج أو خلايا البلعم الكبيرة راح تبتلعها وتكسرها وراح يتحلل عندك الدم طبعا راح تحتاج تبديل الدم انت بشكل مستمر في هاي الحالة الميجر ضي بس تكلمنا عليها خلني تكلم الآن على العلاج الجيني لهذه المسألة العلاج الجيني لهذه المسألة انه عندنا شخص عنده بته 300 ميجر هذا الشخص راح نسويه راح ننطيء أدوية حتى نخلي المخاع العظم الخاص بي ينتج أكبر كمية من الخلايا الجذعية اللي هي الخلايا طبعا مسؤولة عن تكوين كل منتجات الدم عندك فرح ناخذ هذه الخلايا الجذعية اللي تكونت طبعا اللي حامل الدي اناي اللي بي مشكلة اللي دي تسوينا بته 300 وراح نخليها في المختبر حتى تتموا عالجتها العلاج الجيني هنانا ينقسم لي ان فيفو وان فيترو ان فيفو اللي هو علاج جيني انه نحقن حامل الجينات اللي حسنا شوية راح أفهمكم عليه داخل جسم الانسان داخل جسم نفسه الشخص المصاب بدون ما يكون تدخل بالمختبر ان فيترو اللي هي راح ناخذ الخلايا نعدلها بالمختبر ونرجعها للشخص فهذا العلاج الجيني الخاص بالثلسيمية راح يكون بهاي الطريقة راح يعالجوه بالمختبر الفكرة حتى تفهموها بسيطة انه احنا راح ننقل جينات ناخذ الجينات الخاطئة نمسحها ونبدلها بجينات جديدة معدلة صحيحة طيب راح تسألني السؤال المهم شلون دكتور شون راح نبدل الجينات انت الكلام ده تحكي سهل بس هلنكون صحيح شون راح نبدل الجينات طيب الطريقة راح نستخدمها شنو طريقة احنا كبشر متعرضينها من آلاف السنين انه احنا تتبدل جينات نبيها راح تقولي دكتور وين هاي الطريقة شون عندنا مختبرات اولك لا يا حياتي عندنا فيروسات الفيروسات هي نواقل الجينات كلش فعالة وايضا كلش تكون جيدة فراح نستغل الفيروس مكان ما يكون عامل مرضي يساعدنا في نقل جينات صحية شون راح ناخذ احنا من عنده جينات السيئة ونحمل عليها جزئة DNA احنا ردعو RNA طبعا احنا نريدها تروح للخلايا حتى تغير شي معين ونبقي آلية اللي تسمح لها بدخول الخلايا فرما راح يخترق الخلية راح يزرع بيها راح يزرع بيها شفرات وراثية معدلة احنا رايديها مشفرات الاصلية كفايروس وبالتالي هو الان ما تعامل كفايروس تعامل كفاكتر كناقل ناقل للجينات فهذا الناقل هو يكون فيروس بالعادة فرح نحقن هذه الخلايا بفايروس هذا الفايروس راح يكون بالتعديل على هاي وبالمختبر راح ننطيه الفايروس لهذه الخلايا وبالتالي راح يتم تعديل جزيئة دي انا داخل هذه الخلايا وبالتالي خلص الخلايا الآن هاي الخلايا الجذعية اللي كانت بها خلال الآن صارت خلايا سليمة نقدر نرجع ننطيها للشخص نفسه ونحقن بها مرة ثانية وراح تروح لنخاع العظم وبالتالي هاي الخلايا راح تبدأ طبعا قبل هذه العملية راح نحن نعرض الشخص لأشعة حتى نموت كل الخلايا الجذعية القديمة الموجودة بنخاع العظم ثم نحقن بخلايا جذعية جديدة فتكون هذه فقط الموجودة الخلايا السليمة اللي راح تنتج لك انت خلايا دم حمراء رايد بلوت سيلز طبيعية ما تحتوى للثلسيمة وبالتالي هذا العلاج راح يكون علاج لمرة طيب علاج سعر 2.8 مليون دولار هل هو متاح لجمع طبعا الجواب هو لا الموضوع بعده في بدايته لكن هذه خطوة نحو مستقبل تتعالج بأمراض كثيرة بهاي الطريقة أمراض كانت سابقا تعتبر من المستحيل علاجها نهائيا ممكن تتعالج بهذه الطريقة فهذا خبر جيد هذا خبر مفرح هذا خبر يدل على تطور علمي هائل فهذا حبيت أو أصله تمنى لكم يوم طيب وألقاكم في فيديو آخر مع السلامة